اول زيارة رسمية لرئيس ايطالي منذ 18 عاما سيرجيو مارتيلا يحل بالجزائر حاملا معه ملفات ثقيلة تتعلق بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين طاولة الحوار مفتوحة على الافاق الاقليمية والقارية لتشمل التنسيق السياسي والدبنماسية الاقتصادية زيارة سيد رئيس الجمهورية الايطالية نقطة مهمة للاكتصاد الجزائري لانه هو الشريك التاني من اوروبا بعد الصين وبعد فرنسا والصادرات وصلت للسنة الماضية الى 9 ملايير دولار تبادل اتجاه ايطاليا الوضع بمنطقة الساحل الهجرة غير الشرعية الصحراء الغربية والازمة الليبية علاوة على حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين ودور الجزائر الفاعل والرئيسية في افريقيا والبحر المتوسط نقاط توافق بين الطرفين ومسائل تعكس الرؤى المشتركة لكل من الجزائر وايطاليا احنا نعتبر ايطاليا اليوم كما اذكر السيد الرئيس الجمهوري عبد المجيد طبون انه الشريك الصحيح والاتجاه اليوم الاقتصاد الجزائر حيث توجه الى ايطاليا اكثر من البلدان الاخرى بعد الصين والهدف هو تكون الجزائر كمحور للعلاقات بين ايطاليا الجزائر وايفريقيا سياق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الجزائر بايطاليا تعززه اليوم هذه الزيارة التي تكرس المصار التاريخي الذي يجمع البلدين في ظل توجهات جديدة تتبنىها الجزائر للدخول في شراكة محورية مع دول ثقيلة اشتركوا في القناة